فيلمنا بيبدأ مع شاب باسمه ايان واللي بيكون عنده قدرة خارقة وهي انه يقدر يسيطر على العقل اي شخص ويوهم انه شاف حاجة معينة وها مش موجودة وبنعرف ان فينسنت والد ايان بيستخدم قدرة ابنه عشان يسرقه من المحلات وفي اليوم ده بيحدد الاتنين هدفهم الجديد واللي بيكون سوبر ماركت وبيوقف ايان بعيد عشان يغدع الست صاحبة المكان ويخليها ما تقدرش تشوف فينسنت وبيسرق كحليات وبيخبي فينسنت الازاز في الجاكت بتاعه وبيشتري حاجة صغيرة عشان يبرر سبب وجوده في المكان وبعدها بيستعد عشان يمشي وبمجرد ما بيركب العربية بتعدي مجموعة بنات من جنب ايان فبيتشاتت انتباهه وبيفقد السيطرة على العقل الست وعشان كده بتقدر تشوف رف الكحول هو فاضي وبتستنتج انها تعرضت للسرقة فبتجري ورا فينسنت لكن ايان بيهمها انه مسك مسدس وضرب عليها نار فبتقع الست على الارض اما ايان وفينسنت فبيهربوا بسرعة وبتوصل الشرطة للمكان وبيجروا يطمنوا على الست اللي بتستغرب انها سليمة وبتقول انها تعرضت للسرقة فبتبدأ عربية الشرطة اطارد ايان وفينسنت لكن ايان بيكون اسكى منهم وبيقدر يسيطر على العقل الشرطي وبيهمهم انه بيجري ورا عربية مختلفة عن عربيتهم وفي الوقت ده بيكون الشرطي مستغرب وبيخمن انهم سرقوا عربية تانية وبيفضل ماشي وراهم وبنعرف ان ايان طول الوقت بيتمنى انهم يسرقوا حاجة اكبر واقترح على والده اكتر من مرة انهم يسرقوا بانك لكن فينسنت رافت تماما وبيقول فينسنت انهم لو عملوا كده هيلفتوا الانظار ليهم ووقتها المنظمات هتاخد ايان عشان يعملوا عليه تجاره وفي الوقت ده بيكون الشرطي لسه وراهم فبيهم ايان ان فيها عصفة قوية وبسببها بتتقلب العربية لكن بنعرف ان العربية اصلا سليمة وبيقدر ايان ووالده نوم يهربوا وفي مكان تاني بنشوف واحد اسمها ادريانا اللي بتكون مرقبة اللي بيحصل وبتفرح انها اخيرا قدر اتحدد مكان ايان وتاني يوم بنشوف فينسنت وابنه ايان اللي بيكونوا عايشين في مركب مهجورة وبيحلم ايان بوالدته وهي بيديغنيله لما كان طفل صغير وفجأة بتبدأ انها تصرخ فبيصحى ايان منهم مفزوع وبيظهر ان الحلم ده بيتكرر دايما وفي اليوم ده بيحتفل فينسنت بعيد ميلاد ابنه ايان التمنتاشر وبيديله صورة لوالدته وبيقول انها تصورت الصورة دي في اليوم اللي اكتشفوا فيه القدرة الخارقة لأيان وبنعرف ان فينسنت بيخاف على ابنه جدا وعشان كده بيمنعه من الخروج وبيطلب ايان انه يخرج اليوم ده بمناسبة اييد ميلاده ولكن فينسنت بيرفض فبيدخل ايان غرفته ومتعصب وبعد تفكير كتير بيقرر يخرج عن طريق الشباك وفي نص الليل بتقتحم رجالة ادريان المركب وبيرفع المسدس على فينسنت واللي بيبدأ انه يتكلم مع ادريان وبيظهر انهم يعرفوا بعض من زمان وبتسأله ادريان عن مكان ايان وبتقول انها ناوية تاخدل الوكالة وده لان المدركين كلهم ماتوا ومش فاضل غير واحد بس لكن قريب قوي هيقضوا عليها كمان لكن فينسنت بيرفض يتكلم وفي وقت قليل بيقدر رجالتها يحددوا مكانه فبيضربوا فينسنت على راسه وبيخطفوه وفي الوقت ده بنشوف ايان اللي قرر يقضي ايد ميلاده في مكان مليان العاب وهناك بنشوف شخص مجهول وبنعرف ان هو ده المدرك الاخير وبيوصل رجالة ادريانا واللي بمجرد ما بيشوفه المدرك بيحاول يقتلوه لكن المدرك بيكون اسكا منهم كلهم وبيقدر انه يخدعهم باستخدام قدراته على خلق الوهم البصري وعشان كده بيتخيلوا انهم شايفينه قدامهم وخارج من المكان لكنه في الحياة بيبقى وراهم وبيظهر ان ايان واقف وشاف اللي حصل وبيحاول المدرك انه ياخد ايان لكن بيتفاجئ بواحد من رجالة ادريانا بيلبسوا قناع واللي بيكون مهمته السيطرة على قدرات اي شخص من المدركين وبعدها بيخطفوا المدرك وفي الوقت ده بنشوف اتنين من الوكالة وهما بياخدوا ايان للعربية وهناك بتكون ادريانا قاعدة مستنياة وبتقول ان المدرك واللي زيه عايزين يستغلوه وبتهارد على ايان ينضم ليها وهي تحميه وبيظهر ان ايان مش هام اي حاجة ومع ذلك بيقرر يركب معهم لما بيعرف انهم خطفوا والده وبيلبسوا نفس القناع وبعدها بياخدوا منه عين الدم وفي الوقت ده بنشوف المدرك ووايف في نص الطريق بعد ما قدر يهرب من رجالة ادريانا وبيخلق وهم على شكل حدثة كبيرة على الطريق عشان يجبر العربية اللي فيها ايان انها توقف لكن ادريانا بتكون عارفة ان ده مجرد وهم وبتؤمر السواء يكمل في طريقه وبيوصلوا المقار الوكالة وهناك بتبدأ ادريانا تشرح الايان اللي حصل وبتقول ان فيه مجموعة اشخاص اسمهم المدركين واللي عندهم قدرات زي ايان وبيستغلوه عشان يسيطروا على الحكام والرؤساء وبالتالي يسيطروا على العالم كله وعشان كده الوكالة عايزة تتخلص منهم عشان ترجع الديمقراطية للعالم وبتقول كمان ان المدرك بيدور عليه عشان يقنعه وينضمله ولو رفض اكيد هيقتله والحسن حظنهم قدروا يوصلوله الاول وبتطلب من ايان ينضم للوكالة وبنعرف انهم عايزين ياخدوا من جسم ايان التركيبة واللي بتقدر تتحكم في القدرة الخارقة اللي عنده وبتسأله ادريانا عن حجم موهبته وبتكون عايزة تعرف بيقدر يخلق وهم بصري الوقت قديه وبيرفض ايان يرد عليها قبل ما يقابل والده ويطمن عليه فبتوعده ادريانا انها تخليه شوفه بمجرد ما ينفذ طلابها وبتطلب منها يخليها تشوف نفسها قاعدة على الشاطئ فبينفذ ايان كلامها وبيرفض ينفذ اي حاجة تاني وبيسر انه يقابل فينسنت والده فبتضطر ادريانا تاخده لهناك وبيستغرب ايان انهم يعرفوا بعض ولما بيسألهم اتقابلوا فين بتعرفوا ادريانا ان عنده قدرة خارقة تانية وهي انه يقدر يشوف ذكريات اي شخص وبتطلب منه علمس فينسنت عشان يقدر يعرف ماضيه وبمجرد ما بيقرب ايان منه بيشوف ذكرة قديمة لفينسنت اللي بيظهر انه كان بيشتغل في الوكالة وفي يوم قرر بخطف ايان من جنب والدته وبيتصدم ايان لما بيعرف ان فينسنت مش والده وفي الوقت ده بيفقد فينسنت الوعي بالسبب ان ايان اقتحم ذكرياته وبعدها بنشوف ادريانا وهي واقفة مع المدير بتاعه وبتكون مسكة نتيجة فحصات ايان وهي بتقول ان ما فيش اي اثر للتركيبة في جسمه فبيستغرب المدير من مصدر القوى الخارقة اللي عنده اما ادريانا فبتكون استنتجة الحقيقة وبنعرف ان ايان ابن اتنين من المدركين اللي عندهم قدرات خاصة وبتقول ادريانا انه ورث القدرات دي منهم وانه ما تحقنش بالتركيبة دي زي البقيين وعشان كده التركيبة مش موجودة في جسمه لكن المدير مش بيقتنع وده الان كومانسكي اللي اخترعت تركيبة اللي اتزرعت للمدركين اتأكد بنفسه ان كل واحد من المدركين يبقى عقيم وبيقول المدير ان طالما ايان ما عندهش التركيبة بالتالي هو مش مفيد ليهم ولازم يقتلوهم لكن ادريانا بتكون معترضة وبتخمن ان ايان هيقدر يفعل القدرة الخارقة التالتة اللي عنده وبنعرف ان في شخص واحد هو اللي قدر يوصل للقدرة التالتة وبيطلقوا عليه اسم الهاجين وعشان كده عايزة تسيطر عليه قبل ما يوصل للمرحلة دي وفي الوقت ده بتدخل واحدة اسمها استر على ايان غرفته وبيظهر انها متعطفة معاه وده لانهم هيعملوه على انه فار تجارب وعشان كده بتقرر تهربه وبيظهر ان عندها مهارات فنو قتالية عالية لدرجة انها بتقدر تضرب عدد كبير من رجالة ادريانا بمنتاز سهولة وقبل ما يمشوا بيترجها ايان انهم ياخدوا فينسنت معهم وده لانه الوحيد اللي عارف كل حاجة عم ماضين وبيكتشف ادريانا انه هيرف فبتقمر رجالتها اضطرده لكن ايان بيسرق عربية وبياخد استر وفينسنت وبيهربوا وفي الوقت ده بيظهر ان المدرك قدر يدخل مقر الوكالة من خلال استخدامه للوهم البصري وانتحال شخصي الطبيب وبيستخدام المسدس بيئة المعظم العاملين هناك لكن ادريانا مش بتكون موجودة في الوقت ده اما ايان فبيعمل حادثة هو واللي معاه والحصن حصدهم انهم مش بيتقزوا وبيقرر التلاتة انهم يعودوا في فندق وهناك بيسيبوا فينسنت نايم وبيقعد ايان واستر يتكلموا وبتقول استر انها بتشتغل مع المدركين لكن ما عنداش قدرة خارقة زيهم وبيطلع الاتنين يقفوا على السطح ولما بيرجعوا بيلوا فينسنت فقد الوعي بعد ما شارب كمية كبيرة من الكحليات وبيكون ايان عايز يعرف اجابات لأسئلته وعشان كده بيقرر يلمس فينسنت عشان يقدر يقتحم ذكرياته وبيشوف ذكرة قديمة لفنسنت لما كان وايف مع ادريانا ووقتها ادريانا بلغته ان جيت دور على واحدة من المدركين اسمها ارزولا وبيشوف في ادها العنوان اللي هيخدوه عليه فبيحفظ ايان العنوان ده كويس ولما بيفوق بيقرر ايان انه يحقق حلم حياتهن ويستخدم الوهم البصر ويسرق بنك فبيروح لقارب بنك ليهم وهناك بيقدم للموظفة ورقة عادية وبيوهمها انها شيك ب5000 يورو وبياخد المبلغ ويمشي قبل ما يكتشفوا الحقيقة وبمجرد ما بيرجعوا للفندق بتسيبوا استر وبتدخل الحمام وفي الوقت ده بيبص ايان من الشباك وبيكتشف ان المدرك قدر يوصل لمكانهم فبيقرر ايان انه يخدعوا وبيوهموا ان المكان فاضي تماما لكن المدرك بيكون عنده خبرة في استخدام الاوهام ومن خلال المراية بيقدر انه يشوف ايانه واقف على جنبه ومتخفي وبيقوله ان المراية بتبطل مفعول الوهم البصري وبالتالي الوهم مش بينعكس من خلالها وبيظهر ان ايان خاف من المدرك وعشان كده مش بيديله فرصة يتكلم وبيحاول يضرابه مدرك يقتحم ذاكرة ايان وبيعرف العنوان اللي شافه في ذكريات والده وبعدها بيسيب ايان فقد الوعي وبيمشي وبيظهر ان استر مرأبة اللي بيحصله في الحمام لكن بدون ما تدخل وبعدها بشواء بيرجع فينسنت من برة وبيتراب لما بيشوف ايان في الحالة دي وبيفوق ايانه وبيرفض يسامحه بسبب انه فضل طول السنين دي بيجدب عليه وبعدها بيقرر ايان يمشي ويسيبه فبياخد استر وبيروح العنوان اللي شافه في ذكريات فينسنت وبنعرف ان ده مقر الوكالة القديم وهناك بيبدأ الاتنين يدواروا على اي حاجة ممكن تفيدهم وبيدخل ايان لغرفة معينة وبيظهر انها نفس الغرفة اللي بيحلم انه قاعد فيها مع والدته فبتسخر منه استر اللي بتقول ان مفيش طفل عمره وسنة بيخزن ذكريات وبتخمن الندام مجرد حلمه وبيحلمه لكن ايان بيتجهل كلامها وبيكون متأكد من كلامه لكن الغريب ان الغرفة اللي شافها في خياله بتكون اكبر من دي وبيكتشف ايان وجود مكان سري ورا الحيطة فبيتأكد ان الغرفة زمان كانت اكبر وبكده يكون يتأكد ان ذكرياته مع والدته وديه ذكريات حقيقة وبيدخلوا المكان السري وهناك بيلقوا مذاكرات ارزولا والدة ايان وبيعرفوا انها بتاعتها من خلال صورها اللي موجودة جواها وبيكتشفوا انها بنت كومانسكي وبيتصدم ايان لما بيعرف انه حفيد كومانسكي مخترع التركيبة ايان هو الامل الوحيد بالنسبة لهم اللي هيقدر يواجه الهاجين وفي الوقت ده بيكتشف ايان ان استر بتتواصل مع المدرك وقالت له على مكانهم ولما بيسألها عن السبب اللي خالها تعمل كده بتقول استر انها عايزة تساعده وفي الاول بيكون ايان خاف من المدرك وعشان كده بيستخدم الوهم البصري عشان يخدعه فبيظهر قدامه بكذا نسخة عشان يشتته لكن المدرك بيقدر يعرف النسخة الحقيقية وبيطمن ايان انه مش عايز يقزيه والدليل على كده انه جات له اكتر من فرصة يقتله لكنه ما عملش كده وبيواجه المدرك كلامه لأيان وبيقول انه هو والده الحقيقي وبيبدأ يحكي اللي حصل زمان وبيقول انه كومانسكي اخترع التركيبة بتاعته وبعد الحرب العلامية التانية كان بيدور على متطوعين وبيقول المدرك انه هو وارزولا قرروا يتطوعه ووقتها كومانسكي حقنهم بالتركيبة دي وبعد فترة بدأت تظهر عليهم قدرات خارقة وبنعرف ان كومانسكي كان قصد يعمل كده عشان يخليهم مستعدين للحرب البردة اللي حصلت بعدها وبعد انتهاء الحرب قدري انا واللي معاها كانوا خايفين ان المدركين يسيطروا على العالم بقدراتهم وعشان كده قرروا يقتلوهم وفعلا قدروا يقتلوا عدد كبير منهم لكن اكتشفوا ان واحد منهم ظهرت عنده قدرة تالتة وهي انه يقدر يسيطر على الشخص اللي قدامه ويجيبير ويعمل اي حاجة وعايزها لدرجة انه ممكن يخليق لنفسه وباستخدام القدرة دي قدر يقتل عدد كبير من افراد الوكالة واطلقوا عليه اسم الهاجين وبيقول المدرك انه هو ارزولا كانوا متجوزين لفترة طويلة وفيهم اكتشفوا ان ارزولا حامل ووقتها تصدموا وده لان المدركين بتعملهم عملية عشان ما يخلفوش وما حدش اعرف ده حصل ازاي وعشان كده ايان هو الشخص الوحيد فيهم اللي تولد بالقدرات دي وفي الوقت ده بيوصل اعضاء الوكالة وبيكون المدرك عايز يحمي ايان بقى اي طريقة فبيديله عنوان في مدريد عشان يستنهناك وبيقدر المدرك يقتل عدد كبير منهم عن طريق الوهم البصري وبتساعده استر اللي بتقتل عدد كبير يا كمان وبعدها بتاخد ايان وبتهرب من خلال سلم الطوارق وبيتبقى عدد من اعضاء الوكالة وبيقدروا انهم يخطفوا المدرك وبتحاول قدريانة تعرف التركيبة اللي في جسم المدرك لكن بيظهر انها اختفت بسبب مرور وقت طويل على وجودها في جسمه وبيظهر انهم اجبروا يلبس القناع عشان يتحكموا في قدراته وبعدها بشوية بيطلب المدرك انه يشرب مية فبيضطروا يفتحوا فتحة في القناع ومن خلالها بيقدر يرجع لقدراته الخارقة والمفاجأ ان المدرك بيكونها نفسه الهاجين واللي ظهرت عنده القدرة التالتة وبيقدر انه يسيطر على كل العاملين في المكان وبيجبرهم يفكوه وبيجبرهم كمان يقتلوا نفسهم وفي الوقت ده بيوصل ايان واستر للعنوان اللي في مدريد واللي بيظهر انه بيت المدرك والمفاجأ انه ارزولها بتكون عايشة هناك لكن بتبقى مش في وعياها وفي الوقت ده بيوصل المدرك وبيقول ان الوكالة هي اللي عملت فيها كده عشان يعملوا عليها تجارب وبيقول ايان ان الذكرى اللي بيفتكرها مع والدته دي حقيقة وان والدته هي اللي زرعتها جواه عشان يفضل فاكرها دايما وكانت عارفة انهم مش هيقدروا يعملوا مدركين تانيين بدون التركيبة وعشان كده بوزت البحث بتاع والدها وشفرت التركيبة في جسم ايان عشان محدش غيره هو يقدر يعرفها وفي الوقت ده بيقدر ايان يدخل لذكرات والدته وبيشوف التركيبة اللي بتكون مشفرة وعشان كده محدش غيره بيقدر يشوفها ولا حتى المدرك وبيقول المدرك انه عايز ينتقم من الوكالة وعشان كده بيطلب من ايان يعرف التركيبة ويقول هالو عشان يعملوا مدركين جدد وينتقموا من الوكالة ولما ايان بيرفض يدهالو بيحاول المدرك يقتحم ذكرياتها بنفسه فبتحول ارزولة انها تقاوم لكن بعدها بشوية بتتعب وبتموت وفي الوقت ده بيوصل اعداء الوكالة اللي عندهم وبيظهر ان ايان عايز ينتقم منهم بسبب اللي عملو في والدته وعشان كده بيحاول يستجمع قدراته فبيتحكم في اعضاء الوكالة وبيجبر مجموعة منهم يقتلوا بعض وبيكون على وشك انه يقضي على البقين بنفس الطريقة لكن قادريانا بتحاول توقفه وبتقول ان المدرك هو اللي خطف ارزولة من سنين واكيد هو اللي عمل فيها كده وفي الوقت ده بيوصل فينسنت وبيحاول يفوق ايان وبيقول ان المدرك بيتحك عليه عشان يستغله لكن ايان بيرفض يصدقهم وبيظهر ان المدرك بدأ يخاف عشان كده بيطلع مسدس وبيرمي ناحية فينسنت وبيقدر انه يتحكم فيه وبيخلي يمسك المسدس ويقتي لنفسه فبيانهار ايان وبيجرى على فينسنت اما المدرك فبياخد استر وبيهرب وبيطلب فينسنت من ايان يقتحم ذكرياته الاخر مرة عشان يعرف الحقيقة وبيكون عارف انه العمل كده هو يموت ومع ذلك بيجبر ويدخل ذكرياته وبيظهر ان ارزولة هي اللي طلبت من فينسنت ياخد ايان بيد عن المدرك عشان يحميه بعد ما اكتشفت انه عايز يستغل الطفل ويعمل عليه تجارب زي ما بيعمل عليها وكمان ينسخ التركيبة ويخلق مدركين تانيين فبيانهار ايان لما بيعرف ان فينسنت ضحب حياته عشان يربيه ويحميه من المدرك وبيفوق ايان في الحاضر وبيشوف فينسنت بعد ما مات وبعدها بيبدأ ايان يدور على المدرك واللي بيكون مسك استر وبيهدده بقتلها وبيظهر ان ايان بدأ يتعلق بيها وفي الوقت ده بتوصل ادريانا اللي بتحاول تفوق ايان وبتقول ان ما فيش حد اسمه استر اصلا وانها مجرد وهم المدرك خلقه عشان يسيطر عليه وبيتصدم ايان لما بيعرف الحقيقة وبيضرب ناره على المدرك فبيموت فورا وتاني يوم بيروح ايان يدفن فينسنت والدته ارزولا وبتكون معاه ادريانا اللي بتقول انهم محتاجين يتركيبه في اسرع وقت وده لان مصير ناس كتير متوقف عليها فبيرد عليها ايان وبيقول انه مش مستعد حاليا ينضم للوكالة وعايز يستمتع بمراهقته ومع ذلك بياخد رقمها عشان لو غير رأيه يتصل بيها وبعدها بيرجع ايان للعربية وبيظهر انه لسه بيتخال ان استر موجودة معاه وفي الوقت ده بيسمع ادريانا والمدير بتاعها وهم بيتكلموا وبيتفقوا ان ايان لو رفض ينضم اليوم هيقتلوه وبيظهر ان المدير ما الزهر اصلا في المراية وده معنا انه مجرد وهم موجود في خيالها وبنستنتج ان المدرك هو اللي زرع الوهم ده في خيالها زي ما زرع وهم استر وان مفعول الوهم لسه مستمر وده لان القدرة اللي عند المدركين بتخليهم يقدروا يتحكموا في الوهم البصر الفترة طويلة وعشان كده بالرغم من موت المدرك اللي ان الوهم اللي عمله لسه موجود الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام